موسيقى حياكم الله ونما كنتم تابعون عبر تلفزيون الراي في حلقة جديدة من برنامجكم مسائي اليوم الحلقة موجهة لكل من يعاني وعسى الله يكافيكم الشر مقدما من أمراض الروماتيزم والروماتويد وأمراض آلام أسفل الظهر الدسك الإنزلاق الغضروفي الخشونة في المفاصل كثير من الأسماء والمسميات ستكون دارجة اليوم في حلقتنا وراح نتعرف على ضيفنا ونعرف فيه هو الدكتور ضياء الحاج أحسين حاصل على الدكتوراه والماجستير في الروماتيزم من بريطانيا وعلى دبلوم في التغذية من الأكاديمية الأمريكية للتغذية وزميل عالمي بالكلية الأمريكية للروماتيزم وعضو الجمعية البريطانية لآلام الظهر والأبر الصينية وعضو مشارك في الجمعية الأمريكية للتغذية وعضو الجمعية الدولية لخشونة المفاصل وممارس معتمد من البورد الأمريكي للبرمجة اللغوية العصبية وله أبحاث عديدة في مجال الروماتيزم نشرت في مجلات عالمية كما له مقالات كثيرة في المجلات والصحف العربية صحف عفوا العربية والمحلية تناول فيها علاقة الغذاء بالروماتيزم وقد استضيف في أدة قنوات فضائية ومن الأطباء القلائل الذي يجمع بين الطب الحديث والبديل وقد طور طريقة جديدة لعلاج الآلام آلام أسفل الطهر والروماتيزم باستعمال أحدث وسائل الطب الحديث والبديل وشعاره دائما زوال معظم الآلام بإذن الله من الزيارة الأولى طبعا باسمك مشاهدنا الكريم نرحب بضيفنا الكريم الدكتور ضياء الحاج نحن سعيدين جدا نتشرف فيك ونشكرك على قبولك الدعوة ووجودك وقدومك من المملكة العربية السعودية حصريا وتحديدا في برنامج مسائي من خلال تلفزيون الرحية أهلا وسهلا وأنا أشكركم على دعوتكم لي صراحة لوطني الثاني الكويت هذا عزيز علينا هو بلدك وليس وطنك الثاني وما شاء الله أنا متابع برنامجك يعني فعلا ما شاء الله هادفة ودعم تحب تأخذ المصادر الموثوقة الله يسلمك ما شاء الله الله يسلمك شهادة أعتز فيها في البداية احنا بنتكلم الرحلة مع أعلام الناس قد تكون متعبة ولكنك يعني تصر على أن تبحث في هذه التجربة يعني سبحان الله دائما الواحد يعني اللي يعاني يعني مثلا أنا صار معي حادث سيارة قبل اليوم كنت كان عمد 13 سنة فجلست وعاني عدة أشهر من آلام في ركبة يسحطوا لي جبس ما في فائدة يحطوا لي بعدين ما شاء الله واحد ذكي بعد عدة أشهر قال خلينا نصور الحوض طلع عندي كسر بالحوض معنى ما أشتكي من آلام في الحوض أشتكي من آلام في ركبة هذا الحادث حدث لك أنت حدث حادث سيارة نعم نعم فسبحان الله قلت من بعدها صرت أفكر إذا ذلك يجين المريض أحيانا يقولي الدكتور أشتكي من آلام ركبة أقوله عندك ظهر يقولي لا لا ما عندي ظهر بعدين أكتشف أنه عنده ظهر لم ثلاثين بالمئة من آلام ركبة قد تكون من الظهر والناس اللي يعني يروحوا عنده يعني يقولي الدكتور لا أقوله عندك دا لا لا دكتور فيحب يعطينا تركيز أنه ركبة فقط بعدين اكتشف أنه مشكلة من الظهر أو من الحوض أو خشونه من الحوض فيسموا الألم المنتشر مثل مثلا يكون عندك أحيانا يقط موية بعدين تشوف ما في شيء بعدين تشوف المصدر تلاقي فيه مصدر فسبحانظة جلست بعدين يعني فكرت موضوع الآلام حضرت كنت أحضر وأنا بالامتياز أحضر لبروفيسورات عندنا في الجامعة في جامعة مكاب العزيز فيعطوا يعني هم دكاترة عظام يعطوا دواء للمريض ما شاء الله تدواء المريض تاني مرئي بسيط وكذا كل مرة يعطي دواء وقلت هذا دكتور عظام دكتور عظام يعني كله عمليات وجراحة وكذا فبعدين رح سألت أنا عمي الله يعافي يعني من هو مستشفى الله يعافي هو طبيب فقالي فيه تخصص اسمه روماتيزم هذا عام 1990 فسبحانظة سألت ببريطاني قال فعلا هذا نحن أول مرة نعطي ماجستير في هذا الروماتيزم يعني الآن كثير من الناس يروح عن دكتور عظام دكتور عظام هو متى واحد يروح له إذا طاح إذا ساوى حادث سيارة يعني دكات عظام هو عمليات يعني هم جراحة أصلا تخصهم جراحة ولكن الروماتيزم هذا تحت الباطنة يعني حتى أنا اشتغلت كنت أول ما رح تمسش في ملك فهد في جدة اشتغلنا بقسم العظام يعني حاطين كان تحت العظام بعدين أنا عرفتم أن الروماتيزم تحت الباطنة ما هو بعدين فتحنا قسم الروماتيزم تحت قسم الباطنة نعم فقسم الباطنة إيش الفرق بين الجراحة ون يقول لك جراحة open and see افتح وشوف بينما الباطنة wait and see يعني يعطي أدوية ولا ساوي طرق علاجية بحيث أنه ما تساوي تدخل جراحي نعم فالحمد الله بحثت الموضوع لقيت أنه ممكن إحنا ليش إحنا نعطي أدوية يعني مدام الواحد يعطي مسكنات لها أثار جانبية يعني كثيرة يعني الآن وجدوا أنه حوالي 107 ألاف مريض في أمريكا سنويا يدخلوا بسبب الأذية المعوية نتيجة للمسكنات و 17 ألف سنويا يموتوا من المسكنات نعم حول رقوة تلف و في بريطانيا حوالي وجدوا أنه تقريبا 17 ألف يدخلوا نتيجة لآلام المعدة وجدوا أنه مثلا ألف من كل ألف بالمعدة 400 نتيجة للمسكنات يعني 40% من الناس اللي يتنوم من المستشفيات نتيجة للآلام المعدة طلعت من المسكنات و للأسف 40 واحد يموت يوميا من الأربعمية هذه يعني 10 نتيجة المسكنات و على مستوى الخليج والله المستوى للمشكلة أنه ما فيه إحصائيات دقيقة ولكن المشكلة أنه على حسب خبرتك يعني في مجال آلام الظهر و الروماتيزم لا لا طبعا كثير أنا يجوني مرضى يعني تقريبا أقدر أقولك 70% من مرضى ياخدوا مسكنات يشتكوا من آلام في المعدة و للأسف الدكتور يعطيهم مسكنات و يعطيهم دول المعدة على أساسي يعني لذلك هذيك مرة قال كيف الدكتور قالي هذا تمشي عليه مدى الحياة قلت له كيف مسكنات هذا مدى الحياة مدى الحياة قالوا في المشكلة قال أروح أشتكوا قلت له لا هذا نحن درسناه للأسف يعني درسونا هذا الطب التقليدي أنه ما فيه علاج إلا مسكنات طيب إلى متى يعني يأثر على المعدة على الكلا أنا جوني ناس قصور كلوي من بعض المسكنات لا الله لا قوة الله عن زين دكتور يعني هو الدافع الرئيسي من وراء حادث و خطأك سوء نقدر نقول يعني هذا الحادث هو اللي خلى في بالك الفكرة والمبدأ بأنك أنت تساعد الناس وتحاول أنك أنت تخلصهم من الآلام اللي فيهم فهذا كان الدافع الأول يعني هذه من الدوافع وأنا صغير يعني أنه قلت يعني يوم شفت أنا عانيت ستشهور آلام و محد يعرف السبب يعني يحطوا لي جبس على الركبة يعالجوا لي الركبة يصوروا الأشياء على الركبة محد خطر على باله يصور في مكان آخر فالحمد لله صار أنا تركيزي يقول دكتور أنا رحت على الطباء كذلك كلهم يركزوا على موضوع الركبة محد قال لي ظهر ولا قال لي فيطلع عنده ظهر مثلا انضغاط في الفقرات أو يكون عنده خشونة في الركبة في العظم الحوض والعظم الفخد وينتشر على الركبة بالتالي نحن نعالج مكان بس ما عالجنا كمان المصدر الآخر نعم فكانت هذه البداية بالنسبة لك دخلت في المجال وكثير من الناس يخاف من شيء اسمه روماتيزم أو روماتيزم أو يقول لك والله أنا خايف أنه يمكن يطلع فيني هالمرض هذا فما يروح يراجع يحاول أن يهمل نفسه فممكن تعرف المشاهدين يعني نبذة بسيطة عن مرض الروماتيزم شنو هو بفضل؟ يعني هو الروماتيزم سبحان الله كثير يعني بعض المرض يقولي دكتور لا يكون عندي روماتيزم يعني كأنه أقول له عندك عندك روماتيزم لا حاوله ولا أقول إنا لله يعني كأنه شيء يعني أقدر أنا أقول لك أنه ما في أحد بحياته في العالم إلا أصيب روماتيزم آلام ظهر مو معقولة في أحد ما أصيب ألم ظهر ألم رقبة ألم كتب يعني مثلا جلسة خاطئة تلاقي تعلم جلس يمركز على الكمبيوتر فترة تلاقي أحس برقبة صحي فهذه آلام روماتيزم يعني نعرفها هي عبارة عن آلام مجموعة من الآلام والشكاوي تتميز يعني أنه آلام في المفاصل والأنسجة اللي حولها من أربطة أو تار يعني هذه الأشياء اللي حولها بدون التهاب يعني هذا الفرق بين الروماتيزم والتهاب المفاصل طبعا التهاب المفاصل هذيك اللي تتميز بأحمرار أو حرارة أو تورم في المكان المفصل نفسك وبالتالي يترافق مع أشياء جهازية يعني في الجسم حرارة ارتفاع حرارة ارتفاع سرعة ترسيب في الدم مثل الروماتويد فهذا الفرق بين الروماتويد مثلا والآلام الروماتيزمية يعني مو كل يعني مو كل روماتيزم التهاب مفاصل ولكن التهاب مفاصل يعتبر أحد أنواع الروماتيزم يعني قد يكون التهاب المفاصل وهو مجرد التهاب وسينتهي 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 أو الروماتويد مثل ما تفضلت هو شيء يختلف تماما أي و تماما الروماتويد يعني آلام الظهر آلام الرقبة كلها آلام وقتية أحيانا مثلا واحد زي ما قلت جلس ووضعية خاطئة ساعة ونص ساعة هذا صار عنده روماتيزم ولكن هذا عابر بسيط و يروح يعني فيه روماتيزم أحيانا زي ما قلت عابر وأحيانا يحتاج علاجات كيميائية مثل الروماتويد وكذا فبالتالي هذا الفرق يعني هو أكثر من 120 نوع على الروماتيزم منها زي ما قلت لك ما يحتاج علاج يروح مع نزيل أنا بسألك بعد دكتور عن أسباب يعني كثرة هذه الأمراض الروماتوزم روماتويد أفوا و الروماتيزم وغيرها من الانزلاغات الغضروفية اكثرت نعم بالكويت عندنا اكثرت في السعودية اكثرت في منطقة الخليج بشكل عام شو اللي صار علشان يسبب مثل هالكثرة والشكاوي من آلام الظهر بعد الفاصل رح أخذ إجابتك إن شاء الله فاصل وراجعي قال لي معلومة دكتور بأن أكثر الأمراض أمراض آلام أسفل الظهر وغيرها من أمراض الروماتيزم و الروماتويد اكثرت بعد حرب الخليج ما استعجبت أنا صراحة من هالمعلومة هذه هو ليس بالنسبة للآلام الظهر عفوا هو موضوع الروماتويد و الذئب الحمراء نعم يجوني أنا يعني أدت أقول لك عشرات مرضى جونة من الكويت من الذئب الحمراء بعد حرب الخليج نعم يعني كل ما بعد الغزو بعد الغزو نعم عفوا بعد الغزو يعني أنا أقول للمريض متى تاريخ أصيبت تقول لي من بعد الغزو فيمكن تبع حرق الآبار النفط والبيئة يعني كانت البيئة بهذاك الوقت يمكن التلوث يعني التلوث تبعا له دور كبير بالموضوع أكيد إضافة للأسف كمان الحالة النفسية يعني اللي صار مع المواطنين الكويتين بعد الغزو من الهلع و الكذا التأثير نفسي نفسي فصاروا يرجعوا لي إياها المرضى أقول له متى أصيبت يقول لي تعرف تتذكر وقت الغزو هنا حتى اللي ما يبين عليه اللي ما يبين عليه ولي يظهر الآلام يعني هذا الكتوم الكتوم هذه أكبر مشكلة يعني المشكلة عندنا اللي يكتم يتعرض لمرض أكثر وميطلع صح لأن سبحان الله ذلك يقول لك إذا أنت ما عندك عاحد فضفض له يعني يفضل أنه دائما من خلال دراستي وجدت أنه أنا أقول المريض ترى أنت كتوم يبغى لك تحاول تفضفض عاد مو تفضفض تبشو وتتكلم يكون فيه شخص خاص يعني أو صديق قريب أو واحد من هلك لواحد ثقة ولكن سبحان الله من موضوع الفضفضة هذه أنا رحت على الهند زرت مصح أخذت الوالد و الوالدة مشان الوزن وكذا فقالوا أنه إذا واحد مثلا عنده توتر هذه ما تسموها الطب الإيروفيدي طب الإيروفيدي هو هدفه يسموه تحسين البيئة وتحسين الحياة أسلوب الحياة لايف ستايل نعم أنه كيف تحسن أسلوب حياتك على ستنزل وزنك ليس فقط بس الأكل أنه العادات كل حياتك كل حياتك فمثلا قالوا أنه إذا واحد مثلا عنده توتر ويزعل يجيله آلام رقب واركتاب إذا واحد مثلا أعطى سره لواحد وهذا الشخص أفشى السر أفشى السر يجيله آلام في البطن لأنه من القولون فيقول لك لأنه سر في البطن معقولة يعني هذه هي فلسفتهم بالنسبة لها يقول مثلا أنزل دكتور كلامك على ما تم أنت قد تتكلم عن بعض الحالات التي قاعد تحوش الناس أو الأشخاص يعني العاديين لكن إذا واحد سبب لك المرض يعني مع احترام كل الدكاترة التي قاعد يتابعونها ولكن بعض الدكاترة الله يزاهم خير من تروح لي يعطيك ما نقول بدال العلاج أو بدال الدواء داع جرعة تحطيب جرعة يهدمك من فوقك لتحتك يهدمك إحباط أنت ما رح تتحرك أنت ما رح تقوم من الكرسي أنت يعني أنت خلاص انتهت حياتك ليش في بعض الدكاترة بهذه الطريقة يتعاملون مع المرضى ومرت عليك حالات شديدة نعم للأسف هذا يسمون تشاؤم الطبي يعني للأسف احنا درسنا في الجامعات وكذا أنه في وصلنا لمرحلة أنه في أمراض ميؤوس منها مثلا أو بالأحرى أنه ما لها علاج خلص المريض خلص يعني مثل ما تقول أنه ما عد فيه أكثر شيء يعني احنا نقدم أكثر شيء نقدمه ولكن سبحان الله احنا ننسى أنه ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء وإلا أنزله شفاء فبالتالي سبحان الله كم أحاديث وردت بهذا الموضوع ننسى هذا الموضوع ونركز أنه لا الطب قال كده طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيعني ليش نحطم الناس يعني أنا يجوني خاصة المرضى الدئب الحمراء مساكين البنات يجون بنات 17 سنة و 18 سنة طبعا إيش اللذكات يقولهم خلص ممكن توصل للكلا تروح الكلا ممكن توصل للمخ يصير عندكم صرع ممكن يصير فمسكينة خلص متحطمة يعني لذلك صار عند الناس تخوف من دئب الحمراء مجرد ما قال دئب الحمراء يقولنا لله خلص يعني قضى عليه ومت وليش قل لك دكتور راح عند دكتور وقال لها حيصير عندك قصور كلا وحينضرو بالمخ وممكن صح هو يصير بس يعني نسبة بسيطة ولكن هذه خلص حطها للمريض والمريض خلص يعني حتى لدرجة أنه واحد عمره 18 سنة ولد يعني عنده روماتويد فقال الدكتور أنا تركت العلاج قلت له قال الدكتور قال لي بعد ثلاث سنوات حتصير على الكرسي تمشي على الكرسي فبالتالي ليش أنا أتعب نفسي اختصر المجال اختصر المجال وقال خلص حصير أنا مقعد حصير مقعد فما في داعي حتى واحد دكتور لأسف دخل أو دكتور دخلت على المريض بكرسي هي ماشي على الكرسي فقال الدكتور مريض ايش هذا قال هذا أبغاك تتمرن عليه على أساس أنه بعد سنة حتى تكون يعني تجلس عليه يعني فهذا الأسف أنه يعني يستغرب النظام النفسي دكتور كلامك على ما تمه يعني في أحد الدكاتور اللي كان يدرسنا أيام الكلية قال لنا قصة دكتور والدي البذالي يعني نمسي عليه بالخير القصة هذه تتعلق في واحد ووالدته الوالدة قالت له يما أنت تروح السعودية وانت راد ييب لي ماي زمزم أو ماي في منطقة معينة في السعودية يقولون أن هذا ماي زين وهذا رح يخلي ريولي زينة ورح يخليني أمشي مثل قبل ما فيني أي مشكلة ويقول لا حاضر يما تامري وهو رح رد نسى جاب لهم وزين ترس المطارة من مكان من برات وياب الماء ويبتل الماء وإن شاء الله بس من ياب لها الماء قامت وسمت وشربت وغسلت ويها فيه قامت قاعد تمشي وشنها مافي شنها تذابة فالقصة والمعنى والعبرة منها السالفة هذي شنو بأن النفسية تلعب دور أن الإنسان لما يعطي حق نفسه إحاءات سلبية بأن هو ما رح يمشي مرة ثانية ما رح يصير ما رح يوصل فممكن يعطي يحاصل بحق نفسه وهو ما في شي يعني يتمارض يتمارض لذلك نقول سبحان الله من الأشياء المهمة أن الواحد دائما يخالط الناس اللي يعطوه تفاؤل يعني يروح عند مرضى يبغالوا يدور على مرضى يعطوه تفاؤل يعطوه يعني تحفيز لذلك اكتابه مثلا للأسف تلاقي جمعية أمراض كذا ما تلاقي مثلا جمعية الصحة والشفاء عنا تشاؤم الطبي كله مرض وهذا فبالتالي يعني يعني يهمنا الدكتور للأسف الدكتور الآن مثلا متوقع أنه فلان يموت إذا ما مات أوه ينبسط أما إذا مات يقول لا أنا متوقع يعني يعني كأنه يعني معج سبحان الله دائما فعلا الحالة النفسية يعني في مرضى يقول دكتور الحمد لله والله صراحة الحمد لله يعني الحالة النفسية تلعب دور تنشيط يعني أنا كاتب موضوع في الموقع عندي العوامل النفسية جسر عبور للأمراض الرماتزمية يعني يعني كيف التأثير النفسي سبحان الله يعني من الأشياء النفسية اللي قلت لك يا أنه واحد ساوي تجربة أنه عطوا ناس حبوب مسكنة وناس حبوب كذا زي كربون فوجدوا أنه الاستجابة زي بعض هذول يقول والله سيجيب صراحة أدوية ما شاء الله و نفسه للأسف بعدين بعض المرضى يقول لي دكتور رحت عن الدكتور و دفعت كسفية و أعطاني دواء بثلاثة ريال بعدين تعطي دواء بخمسين ريال صراحة طبعا هذا الموضوع موضوع النصب و نحن رح نتكلم عنه بشكل مفصل و لكن الأهم عندنا تهافت الناس سبب تهافت الناس على مركز الطبيعي و الأبرى الصينية لماذا الناس قاعد تلجأ حق الدكتور ضياء شنو اللي طوره الدكتور ضياء شنو اللي سواه شنو اللي أضافه شنو اللي قاعد يسويه يختلف عن باقي الدكاتر اللي قاعد يعالجوه يعني أنا سبحان الله حاولت أنه أجمع بين الطب الحديث و الطب البديل أو الطب التكميل اللي نسميه لأنه عرفته الكلية الأمريكية للروماتيزم أنه هو يستبقى الطب المكمل لا في أدوية مثلا روماتويد الواحد يأخذ علاجات ولكن أدوية علاجية و ليست مسكنات يعني أنا ضد أنه واحد يأخذ مسكنات فسبحان الله الله خلق في الجسم أنا يوم من عام 1990 يوم رحت أحضرت الماجستير في بريطانيا جلست أشوف الواحد مسكنات مسكنات طيب إلى متى طيب ليش ما نبحث عن طريقة أنه خاصة نحن درسنا في الكلية أنه الله خلق في الجسم مادة أسمى الاندورفين أنه الاندورفين أقوى من المورفين بعشرة ضعاف الله خلق الناياه في الجسم لذلك تلاقي بعض الناس اللي يساووا حوادث تلاقي يطلع دمه و ما يكسوره و يطالع فيه بهذا الوقت الله أفرز الاندورفين شان سبحان الله ينسيه شوية من الآلام و في مادة اسمها سيروتيني المرخي العضلات فأنا فكرت درست موضوع الإبرسطينية درست موضوع الطب المنعكسات يسمى الروف الكسولوجي درست أكو بريشر الضغط في أماكن الإبرسطينية فقلنا سبحان الله أنا أشوف المريض يعني يروح عند مراكز يقولولي يبالك 12 جلسة و يبالك 15 جلسة و يبالك 20 هذا هذا اللي استغربت منه دكتور يعني الحين اللي يتابعني و اللي قد يتابع البرنامج يقول ما أقوله الحين هالدكتور حين أنا قاعد أعالج ما خليت باستشفى ما خليت أعيازة ما خليت علاج بالخارج علشان أعالج ظهري بجلسة واحدة تمحيل العلام هذه كلها نحن ما نقول تمحيل آلام ولكن معظم الآلام إن شاء الله تروح من الجلسة الأولى ليش لأنه نحن حاولنا نجمع يعني مثلا أنا حاولت أجمع بين الليزر و الإبر الصينية و الطب العنعكاسي و العلاج بالضغط إضافة لنظام غذائي لأنه اكتشفنا بعض الأغذية تزود الآلام يعني سبحان الله يعني في طرق أخرى بعد الجلسة تنصح فيها المريض عندنا مثلا عن طريق كمان بعض الأشياء نعرف إيش طبع بصمة العين و عن طريق نظام في فحص العين سبحان الله سبحان الله جسم كله موجود بالعين يعني الآن في علم ثاني اسمه أنه تشخيص من قزحية العين تشوف الكبد والكيلة والآن الجامعات بدأوا يدرسون من عيون من العين سبحان الله من عيون يعني ذلك مرة قال لي أحد يعني هذا المثل الذي يقولك من عيونك شري من عيونك شري طب الله سبحان الله تلاقي من العيون بس يكون صفار يكون عهد يقول عندك صفار يكون عنده شاحب يقول عندك فقر دم نعم فسبحان الله التعمق فيها يعني أنا جاني واحد من زمان أخصاء ابناني وقالي قلت أنا هذا خرافات يعني ما صدقت بعدين قال يشوف هذا ولد عمره ثمان سنوات قال لي هذا عنده ارتفاع حمض البول قلت له ثمان سنوات عنده وفعلا لقيت عنده نقرس فيعني نقرس ما نشوفه عنده كبار صحيح وطلع أخذه من وراثة فمرة كمان واحد قال طلع عنده وضاء في الكبد هذا الكبد قال ينتبه فحص الكبد فطلع عنده عندها قصور في الكبد وحدة جاتنا من فرنسا فسبحان الله فهدفنا الآن أول شيء تنظيف الجسم من السموم يعني في عندنا أخصائي من أمريكا موضوع التغذية ويسمون قبل أن نكمل إن شاء الله يعني فيه تنظيف الجسم من السموم دكتور أسميحك العذر يعني أن نريح بفاصل وبريك بعد هذا الفاصل سنأخذ أيضا تجربة فعلية سيسويها الدكتور مع أحد الشباب من الموجودين وينا في السيديو عن طريق استخدام الضغط الضغط في أماكن الأبر الصينية نعم الضغط في أماكن الأبر الصينية ونشوف الفرق فاصل الراجعين طبعا الآن مشاهدنا الكريم سنطبق تجربة فعلية للدكتور عن طريق الضغط أماكن الأبر الصينية للي مثلا عنده شد في أسفل الظهر وعنده شد في ساق الرجل نفسها وتفضل دكتور تقدر تشرح لنا طريقة مالتك يعني سبحان الله الله خلق الجسم يعني معظم مثلا الجسم موجودة في الإذن كلها منطقة للظهر منطقة الرقبة منطقة الأكتار في نفس الشي في القدم ونفس الشي في اليد فالآن أنا أريد أن أسأل للأخ أنه يركع وأشوف أول ما يبدأ الشد العضلي الذي عنده يوقف على أساس أنه أساوي له الجلسة بعد وأشوف تأثيرها تفضل أول ما تحس بشد وقف هو راح يركع الحين أيو أركع تفضل أركع حسين أه أيوه طيب خلص أوقف فنشوف هنا في مناطق سبحان الله للظهر لحظت مؤلمة شوي أيوه تعور الحركة هذه دكتور نعم تعور يعني لو ما عنده ألم في الظهر ما تعور فقط فقط يشتكل اللي عنده ألم طبعا أنا أساوي هذه لأنه أنا ما معي ليزر الآن ولكن نحن نساوي الليزر في هذه المناطق بس الآن أنا أكلمكم هذه المبدئين يعني بداية الدراسة كانت أول شيء كيف تستمر دكتور ثواني يعني حوالي خمسة عشرة ثواني تعور صح بعدين وتكررها ولا تتم بنفس الوقت لا بنفس الوقت بس مرة خلص بس في مناطق معينة متعور مؤلمة شوي صح مؤلمة شوي نعم مؤلمة شوي أما لو ما عندك ألم ظهر ما تألم طيب يلا تفضل اركع احن يركع مرة ثانية أيوه حسيت ما شاء الله شد شوية خف خف الشد صح خف الشد أليك شاف هذه أنا طبعا هذه ساويت نقطتين هي حوالي 15 نقطة في الأذن يعني ممكن في أنحاء كثيرة لا لا في نفس الأذن كمان لسه باقي بس أنا الآن لتوفي الوقت وللسه مثلا باقي هذه المنطقة هذه مثلا هذه حق شنو أي مكان فضاء هذه منطقة الألم اللي في الجسم تبدأ الألم بالوذن دلوقتي أيوه أيوه هذه لأنه تعرف الآن ما جايب الليزر من جدة بس منطقة الألم تقصدها وين دكتور بالضبط هذه المنطقة اللي في الأذن هي تمثل منطقة الظهر منطقة الظهر أيوه هذه سموها هذه منطقة الألم نعم وهذه منطقة الفقرات يعني مثلا هذه الفقرة الأولى العجزية الأولى هذه الخامسة هذه القطنية الرابعة كلها عن طريق الإذن أيوه ثانية الأولى بعدين الفقرات الرقبية هنا كلها وبعدين هنا موضوع الكتف وبعدين في منطقة سبحان الله نفس الإكتئاب و منطقة العصبية كلها موجودة هنا بمنطقة الكثير والله دكتور أنا سمعت عن الرجل سمعت عن الإيد أن مناطق الجسم ممكن تحكم فيها عن طريق المساج أول مرة أسمع عن القزحية و كد قول بمين والإذن فهذه اللي كمان في منطقة داخل هذه منطقة سموة يرخي العضلات هذه أيونا مؤلمة شوية أيونا طيب شوفوا الآن تأور دكتور حصيت الفرق ما فيش الشد أيوه شد راح يعني هذه تخفف من كثير هذه ما شاء الله الآن إحنا بساوينا بهذه الطريقة خلينا الجسم يفرز الأندروفين والسيروتونين الأندروفين هو مسكن آلام والأندروفين مرخي العضلات فبالتالي هذه عن طريق اليد تأطي مؤقت يعني تأطي فترة مؤقت ولكن عن طريق الليزر بعض المرضى ما شاء الله قالوا لي من سنتين للآن ما رجع بعض الناس ستة شهور يعني اعتمد حسب الكمية الأشياء الطبيعية الموجودة في جسمك أنا يعني ما جب شيء من عندي ولكن أنا نشط الجسم أن يفرز الأشياء التي عندك وهذا كلها عن طريق الليزر التي أنت طورتها أيها في مناطق في هذه المناطق مناطق الإذن ومناطق اليد يعني مثلا هنا في منطقة للكتف هنا في منطقة للظهر هنا منطقة للحوض في اليد وفي القدم دكتور حجم الاستفادة حجم الاستفادة بعد ما يخلص جلسته المريض ما كثر بعد ما يخلص جلسته الليزر ما شاء الله 70% من المرضى يحسوا مباشرة مباشرة يعني بعض المرضى قالوا لي ما شاء الله يشيرهم على السرير ينزلوا عادي وبعض الناس يقول لي يعني هي أصلا هذه درسناها احنا من 6 إلى 12 جلسة بس أنا حاولت أوفر على المريض يعني بدل ما المريض يروح يجيب بكرة وبعد بكرة حاولت أضغط الجلسات ما شاء الله بجلسة واحدة قدمتها في مؤتمر في الصين مؤتمر الدولي تبع العلاج الطبيعي والعاقة فأعتبروا أنه طريقة جديدة لعلاج أعلام الظهر ممتاز تبع من جمال شيء الآن دكتور أخير فضل يعطيك العافية جمال شكرا طبعا الآن دكتور يعني بعد اللي شرحنا يعني أو شرحت حضرتك في طريقة الضغط عن طريق الضغط باستخدام الضغط مناطق الأبرصيني يعني أنا الآن حاولت أجمع بين الرفلكسولوجي واللي يسمون المناطق الانعكاسية مثل يدين والقدمين وإذني إضافة لمناطق الأبرصينية يعني فأحنا نستخدم إضافة لذلك نستخدم الليزر على أساس يعطينا فترة أطول والحمد لله الليزر اللي يستخدمه يسموه الليزر خفيف يعني حتى الحوامل ممكن يستعمل أحيانا الحمد لله لأنه وجدوا أنه الأكاديمي الأمريكي التغذية أو الـ FDA وجدوا أنه الحمد لله ما له أثار جانبية حتى الناس اللي عندهم صراع عندهم صممات في القلب بفضل الله هذا يسموه Very Low Level Laser يعني خفيف جدا يعني أنت قد تستخدمه على النظام الطبيعي في الجسم نفسه يعني ماكو أي تدخل جراحي ممكن أن يتم من غير جراحة من غير جراحة إضافة لعندنا شيء يسموه كايروبراكتك كايروبراكتك هذا يساعد في تعديل العمود الفقري خارجية كيف يساعد دكتور؟ يعني الكايروبراكتك سبحان الله استعمال يعني طرق يدوية يعني تذكر إذا من زمان من زمان بس يقولون لك في واحد كده يساوي الجسم يطق الظهر ويطق هذا ولكن بهذه بطريقة علمية يعني يعني الآن صارت جامعات تدرس في أمريكا وفي بريطانيا يسموه كايروبراكتك فهذا ميزته أنه يساعد على تعديل العمود الفقري بدون تدخل جراحي في طريق سرير معين وفي طريق باليد فأنا ما كانت صراحة معتقد فيه كثير لحتى جونة داكاترا من أمريكا عندهم مركز في أمريكا ويبغي يفتحوا مركز باليونان فقالوا لي نبغاك تحول لنا حالات اللي عندهم ديسك وكذا ولكن قبل ما تحول لنا يبغى لك تساوي لنا الكايروبراكتك تساوي للمريض ستة جلسات لأثمان جلسات كايروبراكتك بعدها تساوي له أشعة مغناطيسية إذا تحسن ما في داعي ترسله ساوي عملي فوجدنا ما شاء الله عندنا الديسك بفضل الله حوالي 70% وهذا الكايروبراكتك جهاز عبارة عن سرير نعم وشخص متخصص بهذا الموضوع بتعديل العمود الفقري عن طريق اليد وعن طريق السرير نفسه السرير هو هو يتحرك هو يتحرك نعم بمسافات أيوة طبعا مدارس مدروسة بناء على الأشعة المغناطيسية يشوفوا إيش فيها وبناء عليها وهذا أدى مفعولة بأن يعيد الفقرات إلى مكان صحيح الحمد لله يعني ما أقول لك يعيدها 100% ولكن نقدر نقول 50% إلى 70% ممتاز 50% إلى 70% بالنسبة حق ناس يعني قادر تحاني الأمرين من آلام ظهرها فللأسف الآن الآن مشكلة كمان العمليات مو مشكلة العمليات العمليات أنه مشكلة أنه يعني أنا لاحظ مثلا يجوا عشرة ساوا عمليات اثنين أو ثلاثة اللي نشحوا والباقي يقول لي يرجع بعد سنة أيهونك مرة ثانية يرجعون لك يرجع بعد سنة وبعدين يقول لي أنه بعد سنة رجعت وساوي العملية وبعدين المشكلة يصير فيه زي تليف محل العملية ويعطيه أعراض مسكين نفس الدسك اللي أول قبل ما يساوي العملية يضغط على العصب ويقول لي دكتور نفس الأعراض اللي كانت أول يعني أنت تنفي نجاح أي عملية لا 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 ما أنفي أنا بالعكس أقول أنه الواحد ما يروح العملية إلا في المراحل الخلاص المتأخرة يعني إذا حاول يستعمل الطب التكميلي هذا وما فات يساوي العملية أنا بالعكس العمليات مثلا تصلح للناس اللي خلص يعني مثلا جاني واحد مثلا رحت عند واحد أستاذ رياضة قالي اشتكيت من ألم من تنميل خفيف كده ورحت عنده الدكتور قال يحتاج عملية قلت له الدكتور أنا بس عندي ألم خفيف تنميل قال لا يوم الاثنين تساوي عملية الأربع تطلع يوم سبت الدوم بعد شهرين شفته على مشلول كامل قلت له كيف قال الدكتور أنا بعد ما سأولي عملية فتحت يدي حرك يدي ما يتحرك رجولي ما يتحرك سألت الدكتور قلت له الدكتور أنا عافر رقبة لليد والظهر قال ما عليش فتحنا فقرة بدأ الفقرة فبالتالي صار عنده شلل كامل وطلع بعدين بعد ثلاثة شهر على الكرسي فالعمليات يعني الواحد صح ما شاء الله فيه نجاح عمليات شلل كامل شلل كامل لأنه غلط بفقرة واحدة وقال العادي إحنا ولا غلطنا وفقرة ولطنا ولا ونعاجع على حسابنا تساوي علاش طبيعي وتساوي جلسات مسكين جلس ثلاثة شهر ومل وطلع وريال كان فيه تنميل بس في ده تنميل فقط بسيط قال لي قال لي هو نفسه كلمني قال لي أن الدكتور كان عندي تنميل بسيط ما كان فلذلك الواحد كمان يعني ما ننفي عمليات ما شاء الله في عمليات ناشحة ولكن أنا ما أقول أنه يعني الله لا يطيحك بي تقصاب يعني واحد بس يبي يبطل ظهرك ويحاول يعني الآن صار للأسف فجأة يجي المريض عملية طيب حاول معي الجانب المادي طيقة دكتور هذا للأسف أنه يعني هذا اللي صاير أنه الحالة المادية صارت سبحان الله يعني تلاقي ناس يقول لك يروح يعني يروح يساوي يتعبد ويعتكفوا بالعشر أو آخر وكذا وبعدين نقول له مساعدوا المريض الفلاني مثلا لا لا هذا ولا نراعي ولا نزله ولا يعني سبحان الله ارحمه من في الأرض يعني الواحد يكون لازم يكون عنده يعني يتذكر أنه قد أمك أو أختك أو يوم الأيام يعني مكان مكان هذا المريض تتخيل أنه هذا المريض يكون مثلا لا أسمع أنت أمك أو أي أحد من أقاربك أو أخوانك في بلد ما وقع بيد واحد كذا الله يبعث لك واحد يعاملك كما تدين تدان لا يكون أحدكم حتى يحب الأخيمة يعني مثلا أنت تحب أنه تستغل مثلا أو تساوي شيء ما هو ما في داعي تساوي نعم دكتور هل هناك يعني أنت قعد تمارس الطب البديل بجانب الطب الحديث و لكن بدراسة واعية يعني ما هو مثل ما تقول دجل أو طريقة للعبث في عقول الناس و الضحك على الذقون هل هناك طريقة سحرية تخفي لك الألم؟ هل هناك عشبة سحرية ممكن أنها تنهي آلام أسفل الظهر؟ هذا اللي أنا أبي أعرفه منك بعدها الفاصل سمعت أكيد يعني عن العشبة السحرية اللي تم تناقلها في وسائل الإعلام وهذه العشبة تشفي من أمراض أسفل الظهر وهذه العشبة ترجع الفقرات إلى وضحة طبيعي و المريض ما شاء الله يقوم يصير رهوان على قولة أخوانا المصريين أنا شخصيا جربت دكتور هذه العشبة قبل خمس سنوات سببت لحروق من الدرجة الثانية دخلت على أثرها المستشفى و ما زالت أثرها الحروق هذه موجودة في ظهري و أنا شخصيا أعاني من دسك و انزلها قضروفي و قاعد أمارس بعض العلاجات الطبيعية و الرياضة على أساس أن الظهر هذا يتماسك أو ما تنزل بقية الفقرات اللي موجودة عندي فشلون بعض الناس يؤمنون بالذهاب إلى شخص و يسلمون نفسهم إلى شخص يحط على ظهورهم عشبة و هالعشبة هذه ترفع درجة حراثة الجسم في الموضع اللي أنت حاط فيه العشبة عليه إلى درجة أنه يحترق الظهر يحترق ينشوي و يقول لك هذه عشبة سحرية تعالج الظهر و أنا واحد من الناس اللي جربتها و ما عالجتني فش رأيك فيهم؟ فالأسف أنه الحمد لله الواحد ما يساوي أشياء الف دي اي هذه التغذية و الدواعي الأمريكية على أساس أنه ما يقدم شيء أو تستعمل شيء إلا يكون مبرهن عليه يعني هذا يسموه طب البراهين يعني أنه الواحد مو أي شيء يساوي يعني مثلا ليزر يستعمله هذا من نفس الف دي اي عام 2002 وجد أنه ما له أي تأثيرات جانبية و يعتبر كمساعدة في علاج طبعا ما احترامنا لشخصه الكريم احنا نقول يعني هو شخص يعني قاعد يستعمله مساعدته البشر و كان فيه ألم معين في يوم من الأيام و ساهمت هذه العشبة هذه في علاجه طيب ساهمت بشنو بالضبط شنو الحالات اللي ممكن أن نتعالجها الحرارة في الجسم طبعا الحرارة في الجسم طبعا أنت تذكر درسناها يوم أنه تدمدد الأسان بالحرارة و تنكمش بالورود صحيح فالحرارة العضلات المجدودة ترخيها يعني سواء حرارة حطيت كمادة حارة تأتقوم نفس الشيء و لكن زي ما قلتلك العامل النفسي عشبة سحرية و فهو أعتقد أنه المبدأ حقها هو يعتمد على الحرارة يعني الحرارة مت كيف تحط كمادة حارة تأطينا نفس الشيء أما أنه امتصاص العشبة داخل الجسم و ترجع الفقرات طبعا هذا كله كلام مبالغ فيه و لا يمتل الحقيقة بصلاة ما مرت عليك من قبل و لو سألت أن هذا هل عنده سوى فيها دراسات في أمريكا أو بريطانيا على هذه العشبة يقولك ما فيه و الناس هذه اللي راحت و قالت ما فيني شيء بعد استخدام العشبة أقولك التأثير النفسي تأثير نفسي أو ما كان فيها نزل قضروفي من الأساس لا طبعا يكون عنده شد عضلي شيء بسيط و راح و أرخي العضلات و انشدت يعني قصدي أرخي العضلات و طاب و لكن لو يعني يفضل الآن أي واحد يبغيروه و يتلق ما شاء الله الآن عندنا صار وعي يدخل على الإنترنت و يدخل على شبه سحرية يدخل على شبه سحرية يشوف أنه بأمريكا استعملات و إلا بريطانيا و إلا بلا نحن الأسف عندنا المريض المسكين متعلق و عاطفي عاطفي يكون نعم و هذا استعمل وتحس يبي تشبث بأي خير يتشبث أي خير فلذلك ما شاء الله الآن صار عندنا وعي المرضى يقولي قبل ما آجي أنا دخلت و شوفت إيش الليزر و شوفت إيش الكايروبراكتك يعني يكون عنده جاي و عارف أنه مثلا هذا الشيء تجرب قبل كذا أجري عليه دراسات أبحاث أما واحد اوه جرب الليمون مثلا أنا صراحة أحترم الناس للتجارب الشخصية بس مطبقها على الناس يعني إما يجي المريض يقول لي وضع أني استعملت عشبت كذا و كذا و استفدت أنا أخذها أنا ما أقول له لا لا كلام فاضي لا أخذها وأدرس الموضوع أنه إيش هذه فائدته و إيش هذه فائدته وأول شيء أطبقها على أقاربي مثلا أقول لهم شوفوا في واحد جرب يعني هذه فيه أشياء تجربات شخصية بس مو أنت تعالج فيه ناس يقولهم تعالوا أنا عندي بشكل عشوائي أيو عشوائي نعم أنزل الأعشاب بشكل عام ما علاقتها بالتغذية و ما علاقتها بالطب البديل وهل الأعشاب مخاطر مثل الأدوية الكيموية هذه بالنسبة للأعشاب الله يزيل خير واحد من الدكاترا طبعا طبعا إذا قلنا مثلا حوالي 25% من الأدوية تأخذ من العشاب يعني مثلا مثل الدجيتاليا يستعملوها بعلاج القلب ديجوكسين هذي يطلعوها من ديجيتاليا فيه عشبة اسمها ديجيتاليا و فيه نبتة اسمها السنكوت يسعملوها الإمساك و بعض المضادات تصنع من الفطريات هذه أشياء 25% ولكن فيه الدكتور أضي تذكره الخير محمد الطفيل مقال له في كتاب مخاطر العشاب فمثلا قال من مخاطر تضاد بين بعضها إذا جمعت أدوية مع بعض أعشاب مع بعض تلاقي هذا تضرب هذه وتساوي تأثير عكسي يعني ممكن التداوي بالأعشاب أن يسبب مخاطر وآثار جانبية نفس الأدوية الكيموية مخاطر مثل الأدوية الكيموية يعني لا تخاف واخذ وهذه أعشاب وما تضر هذا كل كلام فاضح تقولك بعض الأعشاب تخاطر بعض الأطعمة يعني تضاد بعض الأطعمة بعدين مثلا للأسف العشاب اللي ياخدوا أحيانا من الناس العطاري ما فيه نظافة عدم نظافة العشاب يقولك فيه بعض مخلفات حشرات وتلوثة بكتيريا ومركبات صدلي وكيميائية ممنوعة أو مركبات مسرطنة فالناس مستهوين في هذا الموضوع وذكر من الأدوية مثلا قال سوبر منغور أو العشاب رقم 2 لعلاج روماتزم مخلوطة بمواد كيموية تسبب أمراض عديدة مثل تثبيت نخوع العظام وبعض الأمراض السرطانية يالحين الشيبان والعجايز كلهم يزعون منك تكتير بعدين تم تحليل مكونات بعض كريمات تبيض البشرة وثبت أن يحتوي على نسبة من الزئبق السام المسبب بالفشل كلوي ويضرب الجنين في الحامل بعدين تحليل الحن السوداء أثبت أنها تحتوي على مواد كيموائية تسبب الحساسية والحكة وقد تسبب عد أمراض السرطانية عند استخدام فترة طويلة كمان تبين أن بعض أنواع الكحل يحوي كمية عالية من رصاص ذو التأثير الضال على الأظام وعلى الجنين في بطن أمة هذا الكتاب ألف الدكتور محمد طفيل هذا يشتغل ودكتور أدوية في مستشفى التخصص فشل كلوي من كريم ينحط على البشرة تصور يعني هذا كاتب وكتاب ما شاء الله كبير فللأسف الناس أخذوا وحلي قاعد نشوفه في المجلات الإعلانية وتعالوا بشرتك ناصعك البياض ومادري شنو هذا للأسف يعني هو الليلة كرنفالي سأقول لك الجريدة هذا كلها نصب وحتيال فأنا صراحة أريد أن المسؤولين يركزوا على موضوع أن الأشياء هذه كلها للأسف أن الناس يعني الدعايات هذه اللي بشكل عام مفروض يعني هذول يخافوا الله عز وجل أنه هذه كلها تضر البشر يعني للأسف قبل الله أن تكلم عن المسؤولين ومحاسبتهم لبعض الصحف الإعلانية يقول والله الصحيفة قاعد تعرض إعلان وممكن هذا الشخص اللي قاعد يعلن قاعد يلتوي حوالين القانون بطريقة معينة بحيث أني أنا والله ما قاعد أظهر منتجات قاعد أتخالف القانون لا أنا قاعد أظهر منتجات تساهم في يعني أنا مصرحة بالأساس مصرحة ولكن هو بالباطن ممكن يطلع على بعض الأدوية ويقول له والله إذا ما تبي أنا عندي علاج أقوى وعندي أمور أقوى الناس نفسها لما تقبل على أن تستخدم مثل هذه الدواء شلون تفكر أن تستخدم شيء مجرب أو غير مدروس شلون يفكر البني آدم أن يحط شيء على جسمه محد تكلم عنه من قبل هذه المصيبة أنه سبحان الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي من أحب نفسي الحمد لله بعض المرضى يقول دكتور كيف تكتب لي دواء أقول شوف الدواء جربته على زوجتي وجربته على والدتي يعني الحمد لله الواحد قبل ما يعني مثلا إذا اشتكوا من الآلام أنا أعطيهم أول يجي مندوب شركة أدوية يقول لي دواء هذا أقول له لا أستنى أشوف هو الدواء معروف بالسوق يعني مساوى علي أبحاث بس أنا المريض ما يلومني يقول دكتور تعرف الدواء هذا اللي كتبت لي سبب لي كذا فأنا أقول له هذا الدواء هذا نفسه أنا أعطيته لا لأنه سبحان الله يوم يتذكر الواحد لا يمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فيتذكر أنه أي شيء يعني سبحان الله مثل ما أنت أنا قابلت واحد ما شاء الله عظام دكتور كويس قال لي قلت له ما شاء الله أنت إيش تفكر قال لي أنا صراحة أخاف الله عز وجل يوم أساوي لمريض عملية إذا كانت موم مضطر أنه قد ما تحتاج عملية لا أقول له لا تحتاج عملية أخاف أنه يوم الأيام أنا بناتي يدرسوا بره وزوجتي بره مرة كمان وحدة صار لها حادث و الله بعث لها واحد ما شاء الله كويس و يخاف الله و ساوالي يعني اتقل شف حان الله كما تدين وتدان نعم يعني أنت مثل ما تعامل الناس الله يعني ذاك يبعث لك ناس يعمل دكتور نحن نستقبل شهر الخير و البركة و الإيمان و الطاعات و التقرب إلى رب العالمين و نحن إن شاء الله نكون قريبين منه طول السنة و لكن الغذاء له دور مهم و ما شاء الله تشوف السفر ممدودة بالفطور و هي من فطور و من سحور و من غبقات و من عزايم و يعني كثير من الأمور مالدة و طاب في رمضان الغذاء و علاقته في آلام الجسم و طريقة التعامل مع رمضان الكريم سبحان الله كما ذكرت لك أنا أنه أنا من اهتماماتي بالطب البديل أنه يوم 1990 قرأت وجدت أنه في كتب تتكلم عن بيتامينات تعادل المسكنات يعني مثلا بيتامين إي زيت السمك وجدوا الآن أبحاث وجدوا مقارنة زيت السمك مع مسكنات زي البولترين و هذا وجدوا نفس التأثير في علاج الألم و علاج الالتهاب ما شاء الله فلذلك سبحان الله أشياء طبيعية ما نستعملها و ندور على عشاب و أشياء و نلجأ للمسكنات و غيرها يعني من الأمور التي لا تصح للعاقل أن يتعقل بها أو يفهمها منطقيا فلذلك وجدوا في مادة اسمها حمض الأركادونيك أسد هذا الحمض سبحان الله يفرز من بعض الأكل اللحم أحيانا أشياء معينة فبالتالي نحاول نجنبها بعدين سبحان الله برمضان لاحظنا أنه أساووا أبحاث كثيرة في مجلات طبية أنه وجدوا أساووا علاقة الروماتويد بالصيام يعني على جوة الصيام طبي ما هو صيام منعه عن كل شيء ما عليش شرب الماء أو أحيانا بدون الماء فوجدوا أنه الأعلام المفاصلة تحسنت سرعة الترسيب هذه اللي دول على نسبة الروماتيزم في الدم نزلت التيبس الصباحي نزل فما شاء الله وجدوا أنه الصيام فبالتالي إحنا فرصة إذن صوموا تصحوا صوموا تصحوا والعلاج الطبيئي الدكتور ضياء الحاج يعني إليت المخرج بس يحط الموقع ما له للي يحاب أن يتواصل ويجرب العلاج من الجلسة الأولى كل شكر لك ويعطيك ألف آفية على قبولك الدعوة طبعا المركز موجود في جده بالنسبة لي أقول لكم شكرا ويعطيكم العافية والله يكافيكم شر الأمراض مع ألف سلامة الله أعلم شكرا شكرا